أفهم أحيانا أطفالنا بيتصرفوا تصرفات عدائية تدايقنا منهم وتخلينا نرد بعدائية عليهم دي فكرة مش كويسة المطلوب أنك لما طفلك يحاول إضربك أو يكون يعني عدائي معك أنك توقف العداء بطريقة سلمية لأنك لازم تعذره أنه مش قادر يعبر عن نفسه هو محبط ودي الطريقة الوحيدة لجذب الانتباه بالذات للأطفال اللي مش قادرين يتكلموا فأقترح عليكم في ثلاث سيناريوات أنك ترد على عنف طفلك بطريقة سلمية توقف العنف لكن ما تضربش أبدا في ثلاث حالات زي الضرب والعض وشد الشعر هتلاقي أن طفلك أنت تقدر توقف العدائي بتاعته بالطرق اللي هشرحها حالا تخيل طفلك جاي عليك وبيضربك كان يهد مين هو اللي أنت هتعمله أنه أنت هتستلم دراعه وتوقفه كده وترفعه الفوق وتكلمه تقوله أن الضرب ما ينفعش ما ينفعش تدرب ماما أو بابا وتفضل ماسك دراعه الفوق ودغط شوية صغارين اللي هيحصل أنه الطفل هيتعب دراعه هيتعب وبالتدريج هتلاقيه بطل يضرب لو عملت كده كل مرة طفلك حاول يضربك أو يضرب أخوه تمسكه بس كده من هنا من وسط الدراع فترة وتكلمه تقوله ما ينفعش تدرب بابا أو ماما أو أخوك بهدوء من غير عصبية هيعرف أنه لو كل مرة درب هيحصل كده مش هيدرب في الآخر السيناريو الثاني أنه لو طفلك حاول يعدك تعمل إيه؟ لو طفلك حاول يعدك تضغط بأصابعك الاثنين بين الفكين على العضلة اللي بتسبب العض فهي هتفتح لوحدها وتقدر تطلع صبعك السيناريو الثالث أنه طفلك يحاول يشد شعرك الأم اللي هيحصل أنه أنت تقرب إيده بحيث شعرك ما يوجعكش أو شعرك وتضغط بصبعك على ظهر إيده من المنتصف تعمل كده فإيده هتوجعه شوية بحيث أن العضلة هتتفتح فمش هيبقى بيشد وبعدين تقدر تسيب إيده الحركات دي بالتدريج كل مرة ما يحاول يعمل كده يلاقي ده النتيجة حيتوقفه وفي نفس الوقت مش هتجرح مشاعره بأنك تضربه أو تهينه وبالتالي تبقى علاقتكم كويسة تمنيتي بكل الصحة